الأخ يقول والدتي تغضب وساعات أتضايق فلاذا من العقوق؟ نعم هذا من العقوق سامحني أعلم أن الجواب شديد بل إذا حد أحدنا الطرف إلى أمه فقد عقها لا يجوز أبدا أن ترفع صوتك في حضرة أمك لا يجوز أبدا أن ترفع صوتك في مجلس أمك لا سيما إن انفعلت أو غضبت وأنت ترفع صوتك حتى ولو لم تكن موجها الكلام لها فعلو صوتك وأنت تعبر عن غضبك من كلامها وإن لم توجه الكلام لها فهذه صورة من صور العقوق قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف قال ابن عباس لو علم الله كلمة أقل من الأف لذكرها أوعى فنوحذر أخي الحبيب من هذا بل إذا قالت أمهما قالت والله لو صفعتك على وجهك أنا أعي ما أقول لو صفعتك على وجهك ابتسم أيوا ابتسم واقترب منها وضمها إلى صدرك والله العظيم ستجد لذة وحلاوة لا يستطيع عالم أن يجسد معناها لك إن انفعلت عليك وصفعتك على وجهك أقبل على يدك وقبلها واحتضنها وادعو لها وادعو لها ولا سبحين يا أمي ما عليش يا أمي أنا غلط يا أمي والله ستبكي لك وستدعو لك وستربح الدنيا والآخرة اعلم أن رضاها من رضا الرب وأن سخطها من سخط الرب فإياك أن تسخط ربك عليك بإسخاطك أنت لأمك واحرص على أن ترضي ربك عليك بإرضائك أنت لأمك أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا رضا أمهاتنا وأن لا يحرمنا برنا بهن إنه ولي ذلك والقادر عليه